اشتركوا في القناة تتضح الكذبة الكبيرة التي قالوا أنهم جاءوا من أجلها قالوا من أجل تحرير العراق لا نعرف من ماذا قالوا من أجل ازدهار العراق من أجل بحبوحة اقتصادية من أجل رفاهية العراقيين من أجل سعادهم سعادتهم وبالتالي العراق من حزن إلى حزن وتحول العراق من شماله إلى جنوه من غربه إلى شرقه إلى مقفرة كبيرة وأهل العراق يعني ليس لهم سوى النواح ويعني طوابير المقتولين والمفقودين هذا حال العراق الحقيقة لا يمضي يوم إلا وكارثة كبيرة تحل عليهم إلا ويواجهون كارثة كبيرة عموماً يعني طوال هذه السنوات كانت كلها في المعيشة ترتفع على العراقيين وكانت نسب الفقر تزداد وصلنا للحال اللي ثلاثة يعني ثلاثة العراق ثلاثة أهل العراق هم من الفقراء هذا واقع الحال يعني والأرقام الرسمية تعترف بذلك يعني رغم أنه أرقام وزارة التخطير تقول أن 36% فقط من العراقين هم من الفقراء و36% طبعاً رقم كبير جداً لكن مع ذلك يعني هذا الرقم غير صحيح الرقم أكبر من ذلك يعني ثلثي أهل العراق هم في حالة فقر وأكثر من 12 مليون عراقي هم تحت قط الفقر في حالة يرثى لها يعني لا يستطيعون تأمين لقمة عيشهم اليومي التكاليف المعيش ترتفع يوماً بعد آخر هو إذا بقرار يصدر تخفيض الدينار مقابل الدولار البضاع كلها ارتفعت تضخم الزاد قدرة الشرائية قلت جداً غير قادرين على توفير كل شيء المواطن يحتاج إلى سكن يحتاج إلى الدواء يحتاج إلى ملابس يحتاج إلى مصاريف مدارس يحتاج إلى مصاريف نقل إلى أكل إلى شرب إلى كل كل هذه يحتاجها وكل مواردة لا تكفي لتأمين ربع هذه الحاجات وربما عشرة بالمئة من هذه الحاجات وعند البعض لا تؤمن واحد بالمئة من هذه الحاجات الحقيقة مع الدخل ضعيفة جدا لا تتناسب مع وضع العراق المالي مع وضع الأسعار مع ارتفاع الأسعار مع التضخم لا تتناسب ولا تتناسب مع واردات العراق الكبيرة الحقيقة الفقر يزداد الآن نسبة الفقر مثل ما تحدثنا كبيرة وكل ما زادت نسبة الفقر زادت نسبة العاطلين العمل كل ما زادت نسبة العاطلين العمل زاد الفقر أيضا ونسبة العاطلين العمل كبيرة جدا جدا الآن حسابات وسيطة الكثير من المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية تحسب حسابات المواطن العادي تقول أن العائلة العراقية والعائلة العراقية كبيرة العائلة العراقية المتوسطة التي فيها ست أشخاص يعني أبوا أموا وزائدا أولاد أو بنات أربعة وإذا كانوا بلا سكن يعني لا يملكون بيتا خاصا بهم ملكهم هذولا يحتاجون ما لا يقل عن مليون ونص دينار شهرية بما يعادل يعني حوالي ألف دولار يحتاجون لكي يعيشوا عيشة بسيطة جدا تلبي أبسط الحاجات تلبي حاجاتهم المدرسية ودراستهم تلبي الدواء التنقل الأكل بأبسط الحاجات من البسء من البسيط هذه كلها ربما تلبيها أو لا تلبيه بخطة اقتصادية مقننة يستطيعون أن يعبروا بها الشهر أما لأنه يحتاجون أيضا إلى سكن أقل سكن الآن يعني أقل سكن يدفعون إلى ما لا يقل عن سبعمائة وخمسين ألف دينار يعني كيف يمكن بالمبلغ الباقي يكمل الشهر لذلك نقول خطة مقننة جدا حتى يكملوا الشهر أما العوائل التي يعني ستة أشخاص ولديهم بيت سكن يملك لا يدفعون إيجارة ولا يدفعون يعني يحتاجون بحدود السبعمائة وخمسين ألف دينار نحو خمسمائة دولار على الأقل لمعيشتهم هذه غير متوفرة في العراق لذلك أغلبية العراقيين يشتغلون شغلتين ثلاث يعني يشتغل ثلاث 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 مهن ربما يشتغل سائق تكسي وشتغل موظف الصبح وشتغل العصر معرفشين حتى يكمل ويستطيع أن يلبي حاجة أسرته وإذا به يعني إنسان آلي يتحول لا يعرف أين يتجه هذا هو حال العراق أكثر من 60% من العراقيين الآن يعني لا يملكون سكن 60% من العراقيين لا يملكون بيوت سكن خاصة بهم لذلك هم يسكنون في بيوت للإيجار فبالتالي يحتاجون كل هذه المبالغ يحتاجونها هي غير متوفرة إذن الوضع الاقتصادي غلاء المعيشة ارتفاع كلفة المعيشة عالي جدا على العراق لا يستطيعون هذا البلد اللي كان يضرب بالمثل بأن كل شيء بسيط وأهلا نعم أهلا كرماء وأهلا طيبين وأهلا يعني تروح لهم وماعدهم شيء يعطوك كل اللي بيتهم لكن واقع الحال هم في ظنك في عوز لذلك كثير من عدهم يعني وتحدثنا عن هذا كثير أكثر من عشر ملايين عراقي ربما يعتاشون على المزابل لكي يحصلوا أكلهم يحصلوا عيشتهم يحصلوا قدرة تستطيع أن تسندهم للبقاء أحياء هذا واقع العراق فبالتالي هذه كذبة الرفاهية وكذبة الحرية وكذبة الازدهار والتطور واستثمار أموال العراق لصالح العراقيين كذبة كبيرة وإذا بالفساد ينقر العراق كله ويسلب العراقيين كل ما صنعوه والأسعار ترتفع ولا يستطيع المواطن أن يدفع شيئا الآن كثير من عدهم من المرضى لا يذهبون إلى الوقتباء والمستشفيات الحكومية لا تعالج لأنها منخورة ولا تستطيع أن تقدم شيئا لذلك عليهم أن يذهبوا إلى العيادات الخاصة العيادات الخاصة تحتاج إلى مبالغ كبيرة ولذلك الكثير من المرضى لا يذهبون للعلاج وتعرضون إلى نكسات صحية كبيرة وتؤدي ببعض منهم كثير منهم إلى الموت لأنه الدواء غالي علاج غالي كل وسائل وسائل البقاء على قيد الحياة غالية وتحتاج إلى أموال وهو لا يملك المواطن لذلك ارتفعت نسبة الجريمة نسبة السرقة نسبة التهديد والابتزاز في المجتمع هذا واقع الحال هذه كل الأمور تؤدي وتدفع بخراب المجتمع وهم يتحدثون عن يعني الآن سعر برميل النفط تجاوزت 90 دولار لكن مع ذلك العراق من سيء إلى أسوأ والعراقيين وأهل العراق من حال سيء إلى أسوأ من فقر إلى فقر خارطة الفقر تتوسع وخارطة البطالة تتوسع وكلفة الحياة تزداد كلفة المعيشة تزداد لذلك الكثير من العوائل يعني منعوا أولادهم من الذهاب إلى المدرس لا يستطيعون توفير ما تحتاجه هذه المدارس من كتب وملابس ووسائل نقل ومبالغ للنقل ودروس خصوصية لا يستطيعون وبالتالي تسربوا من المدارس وذهبوا إلى الشوارع إلى العمل زاد أعداد الذين الأطفال والفتيان الذين يعملون خارج القانون إذا كان هناك قانون في العراق لكننا نتحدث عن قانون دول اللي لا يسمح للأطفال ولا للفتيان أن يعملوا هم يعملون الآن أكثر من مليون طفل وفتاة يعملون في أشغال خطرة ربما في أماكن خطرة لكن هكذا عدا أن هناك أكثر من مليون طفل هم من أطفال الشوارع يعتاجون على التسول يعتاجون على الجرائم يعتاجون على كل شيء معرضين لكل شيء هذا جزء من ارتفاع كلفة المعيشة في العراق جزء من أسباب عدم قدرة المواطنة على توفير حياته البسيطة وتأمين لقمة العيش وبالتالي تظهر يظهر عوار هذا الوضع الذي صنع مع احتلال العراق عام 2003 وحد الآن صنع مع هذه الأعزاب التي كذبت وتكذب على المواطن العراقي وتعتبر نفسها عراقية وهي ليست عراقية وهي من عممة الفساد وعممة الخراب وعممة طائفية وجعلت العراق يذهب إلى الهاوية مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين استولعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة